توج الدولي المصري محمد صلاح لعب ليفر بول بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية اللي كان بيقام في الفترات اللي فاتت ووصل محمد صلاح كتابة التاريخ بعد أن بات أول لاعب عربي بيتوجه بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية وأصبح أول لاعب مصري بيحرز ميدالية ذهبية في أي بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد التتويق بلقب مونديال الأندية مع فريق ليفر بول وقال بقى صلاح في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة محمد صلاح دايما تصريحاته الواحد لازم يقف ويبص عليها ومدى الاحترافية ومدى الثقة ومدى التركيز ان انت بتقول ايه وكل المصطلحات تكون في مكانها محمد صلاح اصبح محترف كمان جدا في التصريحات اللي بيودلي بيها بعد اي مباراة فقال بعد هذا اللقاء ان هو متفائل بالعودة مرة تانية في كأس العالم 2022 مع منتخب مصر ودي اكيد من النقاط المهمة جدا ان احنا نشوف محمد صلاح بضل تحقيق الانجازات مع فريقه لازم يكون برضو وصص على انجازات يحققها مع منتخب بلاده اضاف ان هو سعيد بجائزة افضل لاعب في البطولة وكل النجوم اللي تووجد بجائزة الافضل في البطولة من قبلي كانوا لعبين كبار لكن ساعته باللقب هي الاكبر ودي من التصريحات المهمة اللي دايما بيأكد عليها محمد صلاح ان هدفه مع اي فريق هو تحقيق الانجاز الجماعي او اللقب غير خالص اكيد ساعته بتحقيق لقب فردي ولكن مش دا دايما بيكون هدفه كمل كلامه قال انا غير مقتنعة بالجواز الفردية لاننا بنلعب لعبة جماعية لكن لابد ان يكون هناك فائز بتلك الجواز وانا بوجه الشكر لكل زميلي وبهديهم الجائزة دي عند بقى المنافسة في الدورة الانجليزي فقال لاستر سيتي ومانشستر سيتي منافسين اقوياء في هذا الموسم لكن الاخير هو الاقوى بالتأكيد لانهما نجحوا في الفوز باللقب في اخر موسمين وبتمنى نحافظ على المرحلة اللي وصلنا لها والتركيز لحد نهاية الموسم التتم صلاح تصريحاته وقال لم اعلم بفوز منشستر سيتي على لاستر سيتي على المباراة اللي كانت بقى مبارح وبعتقد انه يوم جيد بالنسبة لينا على كل المستويات وده بالحقيقة يعني انه كان يوم جيد بالنسبة لمحمد صلاح على المستويات كتيرة جدا جدا بتحييل هذا الانجاز واكيد تواجد الجماهير المصرية والعربية لمؤذرة محمد صلاح كان بيضيف من متعته داخل الملعب وبيبقى حتى عدم تسجيله لاهداف ولكن تأثيره محدش يقدر يتكلم عليه وده اللي اكيد بيبان دايما من تصريحات مديره الفني الألماني يورجين كلاب ان محمد صلاح حتى لو ما كانش بيشارك قوي لأ محمد صلاح فيه لما بيجيبه وبيعود مرة تانية لأ بتحس ان هو قادر يخلي العجلة الدول وقادر يحصل على فورمة المباريات سريعا وده من النقاط المهمة جدا ان من المنطقة ان احنا نشوف رياضة كرة القدم اللعبين بيتصابوا وبيجيبوا لفترات ومفتر بقى مش فترات وصيارة يا ممكن يجيب اسبوعين ثلاثة اسبوعين ثلاثة ده في الكرة يخلي لعب يخرج خالص عن تركيز المباريات وعن فورمة مطشاة محمد صلاح بيقدر يعود سريعا يا رب دايما يكون عنده هذه الامكانيات العالية من الاحترافية على أسعادها مختلفة من حيث التصريحات من حيث التمرين من حيث القدرة التهديفية من حيث العامل الذهني المحترف ان انا مش لازم اكون بسجل ولا لازم اكون بحصل انا على جواز سردية بل الاهم والهدف الاسمى بالنسبة له دايما هو تحقيق الانجاز للفريق باكمله فان شاء الله يكون موفق محمد صلاح ويورجين كلاب وكل بقى الثلاثة الهجومي عندنا فرميدي وصلاح وماني وشاكيري بينزل وقوريجي وكل الشباب كده في ليفر بول مع فريق كاملا يعني يقدر يحقق بطولة الدوري الجايبة بقالها فترات طويلة